موسيقى موسيقى أيكم مشاهدين الكرام على الهواء مباشرة أينما كنتم وأينما تواجدتم في هذا اللقاء الجديد من برنامج ملف اليوم تواصل المجموعات التكفيرية في مخيم عين الحلوي في لبنان انتهاكاتها لكل القرارات والاتفاقيات التي أقرتها هيئة العمل الفلسطيني لوقف إطلاق النار في مخيم عين الحلوي الهيئة كانت قد توصلت يوم السبت إلى اتفاق حاسم بوقف إطلاق النار في المخيم لكن العصابات التكفيرية لم تبدي أي استعداد لوقف إطلاق النار واستمرت في خرقه على عدة محاور ما يجري في لبنان من محاولات للسيطرة على المخيم من قبل المجموعات التكفيرية سيشكل عنوان محورنا الأول في هذا اللقاء أما المحور الثاني سنصلط فيه الضوء على موجات هجرة شبابنا من قطاع غزة إلى المجهول وانعدام الأمل لديهم بفعل حصار الاحتلال واستمرار سلطة الانقلاب بسياساتها المبنية على الفئوية في المجالات كافة حول المحور الأول معي من بيروت مسؤول العلاقات السياسية لحركة فتح في لبنان السيد سرحان سرحان مساء الخير نحن نور ويسعد مساكه جميعا ومشاهدين أهلا ومرحبا بك أخي سرحان قبل أن نبدأ نتابع تقرير الزميلة زينة عبدالصمد بعد ذلك نبدأ الحوار تفضلوا بالبقاء معنا أتمت رسو الإرهابي في هذه المدارس ورفض إخلائها إلا بقوة البارود والنار له أبعاده إذ يرتبط بساعي هذه المجموعات إلى اختطاف مستقبل أجيالنا وفصلهم عن مشروعهم الوطنية الذي ترعاه الشرعية الفلسطينية قوات الأمن الوطني التي تستعيد تدريجيا هذه المدارسة لتعود فتحتضن خمسة آلاف وتسعمائة طالبة وفق وكالة الإنروا العدوان على مشروع حق العودة تتصدى له قوات الأمن الوطنية لليوم الخامس على التوالي مع ارتفاع أعداد الضحايا إلى ثمانية وما يفوق المئة إصابة في حصيلة تعكس تمسك القوى التكفيرية بمشروعها تجاه المخيم رغم كل المساعي لتثبيت وقف إطلاق النار حرصا على أمن واستقرار شعبنا ومخيمنا والتزام حركة فتح وقوات الأمن الوطني بذلك انتجاما مع موقف القيادة الفلسطينية والإجماع الفلسطيني واللبناني ما تزال المجموعات الإرهابية التكفيرية تسعى لتنفيذ مشروعها لتدمير المخيم وتهجير أهله وزعزعة الأمن والاستقرار في المخيم والجوار اللبناني متعمدة إطلاق قذائف الصاروخية والرصاص اتجاه الأبرياء من أبناء شعبنا الفلسطيني واللبناني واستهدافها بالأمس لمراكز الجيش اللبناني على محيط المخيم وأمام هذا الواقع وعملا بواجبها الوطني لم تتوانى قوات الأمن الوطني الفلسطيني وحركة فتح لحظة عن صد هجمات التكثيريين والحاق الخسائر بها وأجبارها على التراجع وأحباط مخططها الدمو هذا والتقى سفير دولة فلسطين في لبنان أشرف دابور قائد الجيش اللبناني جوزاف عونة بحضور أبينسر حركة فتح في لبنان فتح أبو العرداتة وأجرت تباحف في تطورات عين الحلوة هذه الأحداث التي حضرت أيضا في المديرية العامة للأمن العامة من خلال الاجتماع الذي عقده مدير عام الأمن العام اللبناني بالإنابة اللواء الياس البيسري مع القوى والفصائل وهيئة العمل الفلسطيني المشتركة وبقيت أحداث المخيم حتى اهتمام سياسي وأمني لبنانية ليست المرة الأولى التي تواجه فيها مخيمات الصمود في لبنان الإرهاب ونحن على مرمى أيام من ذكرى مجزرة صبر والشاتيلة أما عين الحلو فقد ذاق الإرهابين الإسرائيلي والتكفيرية ولا يكون أبناؤه رغم وجعهما إلا على قدر الآمال وتطلعات زينة عبدالصمد تلفزيون فلسطين بيروت شكرا للزميلة زينة عبدالصمد على هذا التقرير أخي سرحان سرحان من لبنان قرار وقف اطلاق النار هو فعلا دخل حيز التنفيذ لكن الخروقات واضحة تحديدا من العصابات التكفيرية لو تصف لنا الأوضاع الميدانية الآن يعني بداية نترحم على الشهداء الذين سقطوا دفاعا عن المخيم ودفاعا عن حركة فتح دفاعا عن شعبنا الفلسطيني وأمنه واستقرار مخيمنا والشفاء العاجل لجرحانا ونعتذر من شعبنا الفلسطيني المشرد الآن من مخيم عين الحلوي وأيضا من الشعب اللبناني والجوار اللبناني لما قاموا به حتى ولو مش إحنا اللي بدأنا بهذا وإحنا بالعكس نحافظ نريد أن نحافظ وهذه مهمتنا الأساسية الحفاظ على أمن مخيمنا واستقرار الأمن فيه واستقرار وأمن الجوار اللبناني فمن هون أخي ما يحصل للأسف الشديد هذه المجموعات التكفيرية الدواعش الجدد القادمين من شمال سوريا والذين طبعا جاءوا إلى المخيم بهدف واضح جدا هو تدمير المخيم تهجير شعبنا الفلسطيني سحب الورقة ورقة المخيمات من تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي لشعبنا الفلسطيني في كل مكان إذن المؤامرة كبيرة المخطط كبير هذا الاتفاق الثالث حتى الآن بوقف إطلاق النار سحب المسلحين من الشوارع وزوارب المخيم إعادة شعبنا المهجر من المخيم إلى بيوتهم ولكن للأسف الشديد دائما هؤلاء التكفيريين يخرقوا الاتفاق برمي القنابل طبعا الرصاص الطائش حتى خارج المخيم يعني حتى إلى مواقع الجيش اللبناني الذي للأسف نترحم على الشهداء شهداءهم أيضا خمس جرحى وقعوا شهيد من الجيش اللبناني إذن هذه المجموعة التكفيرية تعمل بأوامر معلمينها هذه بندقية مأجورة للأجار كما كانت بندقيات سابقة من المعلم يا أخي سرحان إلى من الذي يوفر لهم الدعم من الذي يغطيهم التعليمات نعم اللي يدفع أكثر إلهم معلمين محليين إلهم معلمين إقليميين وإلهم معلمين دوليين المستفيد الأكبر من ما يحصل في مخيم عن الحلوة الآن هي إسرائيل والمتدرر الأكبر هو شعبنا الفلسطيني والقضية الفلسطينية المطلوب هم الهدف هدفهم هو القضاء كليا على القضية الفلسطينية ليست فقط قضية موضوعة حق العودي للاجئين الفلسطينيين أبدا هو المشروع تاعهم ضرب المشروع الوطني الفلسطيني التي فتح تحمل هذا المشروع دائما من خلال أدبياتها منذ انتلاقتها وهي حاملة وحامي هذا المشروع الوطني الفلسطيني بإقامة دولتنا وإنهاء الاحتلال وعصمات القدس وعودة اللاجئين إذن هنا حين يضربوا فتح ضربوا المشروع الوطني الفلسطيني فتح هذه ضرة التاج لكل أحرار العالم لكل ثورات العالم كل ثورات الثورات طبعا بعيد على الدؤون الطويلة هذه اللي للأسف الشديد بدك يعني نغلط كمان أكثر نقول بكنسه شوارع وزواريب المخيم فيها للأسف الشديد واللي لا بيصلوا ولا بيعرفوا حتى يتوضوا لا وضوا ولا صلاة وإحنا بنصلي أكثر منهم بنصلي الفجر بالجامع أحيانا فمن هنا أخي إذن هذا المشروع التكفيري اللي بيقودوا بعض يعني إحنا على عندنا معلومات أكيدة من يدعمهم حتى بالوجبات الساخنة من خلال إدخال تحت ما يسمى طبعا أنه عندهم جرحة ويدخلوا إسعاف سيارات إسعاف موجود فيها الدخائر يدخروه يحملون لهم الدخائر والسلاح والوجبات الساخنة طبا أخي سرحان دعنا نتحدث بوضوح أكثر يعني يتلقون الدعم من جهات فلسطينية محسوبة على التيارات الإسلامية على الإسلام السياسي الفلسطيني نعم نعم أخي أنا رح أحكي بكل وضوح حماس لديها مشروع كما انقلاب الأسود في غزة لديها مشروع بانقلاب على منظمة التحرير الفلسطيني الفلسطينية والتمثيل الفلسطيني لشعبنا الفلسطيني بأن تمسك بالورقة الفلسطينية ورقة المخيمات الفلسطينية يعني ألا يكفي شعبنا الفلسطيني في غزة ومعاناته ليعملوا أيضا فوق معانات شعبنا الفلسطيني في المخيمات أيضا يعاني شعبنا الفلسطيني كثير من المعانات وانتو على على معرفة بكل معاناتنا هون يعني للأسف يعني هل هي شريكة بما يجري في لبنان أخي سرعان نعم هل هي شريكة بما يجري أخي هي وبعض وبعض أيضا الفصائل الإسلامية يعني أنا أرى لأنه أخي بكل صدق وصراحة هناك مجموعات إسلامية بهيئة أعضاء في هيئة العمل الوطني الفلسطيني كيف؟ فمن هون يعني هم من يحاولوا بكل اجتماعات هذه الهيئة بأنه حين يكون هؤلاء المتطرفين محشورين بيطالبوا بشدة بموضوع وقف إطلاق النار حتى نحن مع وقف إطلاق النار نحن بفتح نحن نطالب نحن بتعرف منذ انطلاقتنا وإحنا ضد الاقتتال في مخيماتنا ضد أن يكون هناك نقطة دم ولهذا إحنا عشان مبدأنا هذا ضيعنا غزي عشان مبدأ أنه ما يكون فيه اقتتال فلسطيني فلسطيني ضيعنا غزي في المخيم هون ليس هو اقتتال فلسطيني فلسطيني أخي هناك مجموعات جاءت من اليمن ومن سوريا ومن كل العالم من أجل أن تحقق الهدف الذي طبعا يريدونه معلمين طبعا من أجل القضاء على أول شيء على الوجود الفتحاوي في المخيم وهذه طويلة على الدؤون وعلى الرئابهم لأنه فتح متجدري فتح أول شيء حاضنتنا نحن لا نعتمد فقط على أعضاء الحركة وعلى عناصرها وكوادرها نحن متجدرين فيما بين أبناء شعبنا الفلسطيني الحاضنة الأساسية لحركة فتح والداعم الأساسي هو شعبنا وجماهيرنا في مخيماتنا وفي مدننا وقرانا فمن هنا طويلة على دؤونهم بأنه يقدروا أنه يعني يصلوا لمقر من مقراتنا أخي سرحان الواضح أن هناك بعض وسائل الإعلام تتحدث أن ما يجري في لبنان هو عبارة عن اقتلال داخلي فلسطيني وأنت أوضحت هذه النقطة قبل قليل ربما من الصحيح أن نقول أنها ليست حرب على فتح وإنما هي حرب على الشعب الفلسطيني بمكوناته كافة وفي مقدمته منظمة التحرير الفلسطينية لاختطاف المخيم يعني وصف ما يجري أن هدف هؤلاء خطف المخيم هو صحيح تماما برأيك؟ نعم نعم يريدون هذه المجموعات يريدون أول شغل الإمساك بالورقة المخيمات في لبنان ثاني شغلي هو تهجير شعبنا وتدمير مخيماتنا من أجل القضاء على حق العودة إلغاء حق العودة اثنين من أجل تمرير أيضا مشاريعهم التكفيرية اللي جعل عين الحلوة منطلق لإلهم لأعمال إرهابية أخرى وهذا يجب أن يعلموا يعرفوا اللبنانيين إخوتنا اللبنانيين الذين نكون لهم كل احترام بأنه في حال تم الاستلاء على أي مخيم من مخيماتنا كما فعلوا في عين الحلوة ما سابقا إحنا بنهر البارد راح نهر البارد بس إحنا أصرينا بأن يعاد بناءه وأعيد بناءه ورجع شعبنا إلى نهر البارد ولكن الهدف أنه خلاص تدمير نهر البارد كما ذهب بالسابق في الهواء مخيم النبطي ومخيم تل الزعطر حتى نوضح للسادة المشاهدين أخي سرحان جميع المقاتلين في الجهة المعادية هم مطلوبون للجهات القضائية اللبنانية بتهم الإرهاب أليس كذلك؟ نعم نعم هم محكمون أيضا غيابيا للقضاء اللبناني هم محكمون للقضاء اللبناني بعمليات اغتيالات لفلسطينيين وللبنانيين لضربهم للجيش اللبناني ولمؤسسات لبنانية منهم من دخل على محكمة وطبعا اغتال أربع قضاء لبنانيين في محكمة في صيدة إذن معظمهم من المطلوبين للقضاء اللبناني ولهذا الأساس هم يهربوا دائما إلى الأمام للهروب من قضية أنه يسلموا من اغتالوا اللواء العرموشي أخي هم عصابي زي ما قلتلك مدفوعة الأجر سابقا وبندقية مأجورة من يدفع أكثر بيشتغلوا معاهم هلأ المشروع أكبر منهم وهن دخلوا في هذا المشروع بفكروا بأنه باستطاعتهم أنه أنه يصلوا للهدف اللي هو تدمير المخيم وهن دمروا يعني بالأمس طلع لنا أبو مصعب الشعبي بيحكي بيقول لك بأنه يعني حفاظا على دماء شعبنا وحفاظا على مخيمنا وهو خارج المخيم أنا حابب أوضح قضية كتير مهمة المواقع اللي عم بينقاتل فيها الطوارئ والتعمير هم خارج المخيم على أطراف المخيم ومناطق لبنانية هي المفروض أن تكون هي ليست تحتها لا سيطرة الأمن الفلسطيني ولا الأمن اللبناني فمن هون هم محصنين طبعا بعوائلهم بمنطقة خارجة زي ما قلت لك أنها مش يعني مش تحت سيطرة إحنا القوات الأمنية وقوات الأمن الوطنية الفلسطينية ولا حتى تحت سيطرة الجيش اللبناني فمن هنا أخي طب أخي سرحان أريد أن أسأل عن عدد هؤلاء وواضح من خلال متابعتنا للأخبار الميدانية أن تدريبهم ليس عاديا بمعنى أنهم مقاتلين ربما محترفين أين تلقوا هذه التدريبات العسكرية؟ أخي مش فقط مستدريب عندهم تجربة قاتلوا في سوريا قاتلوا في سوريا يعني وفي العراق كانوا مع القاعدة وبعدين تحولوا إلى إلى داعش وبعد قبل داعش كانوا فتح الإسلام وكانوا جند جند الله وجند الشام يعني عدة مسميات لا يعلم بها إلا الله وهني أصلا بعاد عن كل هذه المسميات فمن هنا هم عندهم حتى تجربة قتالية ولكن لا يرهبون نحن في فتح كما قلت نحن في فتح عندنا مقاتلين والله إنهم طالبين للشهادة دفاعا عن فلسطين وعن القضية الفلسطينية ودفاعا عن شعبنا ومخيماتنا وعن فتح طالبين للشهادة أكثر من كل هذه الحياة فمن هنا يعني أنا التقيت فيهم بعين الحلوة قبل هذه الجولة من القتال نعم لديهم الإرادة والإرادة الصمود في المخيم يعني قلت لهم شغلة كتير مهمة إنهم في مخيم دفاعا عن المخيم بدافعا عن حق العودة كالمرابطين في الأقصى دفاعا عن الأقصى وهذه طبعا إيمان بالتضحي من أجل فلسطين ومن أجل شعبنا واستقرار وأمن شعبنا إنه معنوياته نواصل إلى السماء والحمد لله قبل ما أجي على الستوديو حكينا كمان مع الإخوة في عين الحلوة نعم فتح استطاعت وقدرت بهمة مقاتلين يعني ما يقارب القضاء على 80% من قوتهم ولكن هناك كما ذكرت أعضاء في الهيئة العمل الوطني المشترك من ضربونا في الخاسرة وفي الظهر بأنه يا أخي إحنا بنحمي هذه المنطقة كوننا إحنا بنعمل سواء ولكن مرروا إرهابيين واللي هو الموقع الوحيد اللي يعني استطاعوا أن يعني خلينا نقول أنه يخدوا ما كان عندنا هذا مش موقع رئيسي يعني هو رأس الأحمر في منطقة رأس الأحمر فمن هنا يعني طعنا بالظهر من بعض أعضاء هذه الهيئة لأنه إذا ما عم تتقدروا ممن تتكون هذه الهيئة حتى نطلع السادة المشاهدين أكثر هذه لأيها من من تتكون وإذا كنتم مواثقون بأنكم ودرتم من قبل أعضائها ما الفائدة من استمرار عملها والاستمرار في الجلوس على نفس الطاولة إذا لم تقدم هذه أو هؤلاء الأشخاص على ممارسة الضغط على هؤلاء لتسليم أنفسهم الهيئة مؤلفة أخي من كل الفصائل الفلسطينية فصائل منظمة التحرير الفلسطينية والتحالف الفلسطيني ومن القوى الإسلامية الموجودة في عين الحلوة يعني من عصبة الأنصار والحركة المجاهدة الإسلامية وأنصار الله فإذا هذه الحركات الإسلامية للأسف الشديد هم بضربوا على صدرهم أنه عندنا وإحنا اللي راح نمون عليهم بنمون عليهم وبنخلي بنوقف إطلاق النار بس لا موني عليهم لهذولا لا من الحركات الإسلام لأنه في من يقول بيحكي بالاجتماع شيء وخارج الاجتماع بيحكي شيء تاني أخي يعني بيطلع من اجتماع الهيئة وبيكون تليفونه بييده إنه أضرب إيه أخرق ما بيردوا على هذا إلا على أسيادهم وسيدهم معروف مين ومعروف هدفه شو وهذا نحن ما يمارسونه أنا بدي أربط وهذه المهمة ما يمارسونه في عين الحلوة يرتبط ما يمارسونه في نابلس وجنين وطول كرم والخليل نعم كل هذا مشروع واحد لضرب السلطة الوطنية الفلسطينية وضرب منظمة التحرير الفلسطينية من أجل القضاء على القضية الفلسطينية وعلى أنه يكون هناك إمكانية لإقامة دولة فلسطينية وإنهاء الاحتلال وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين مستوى التنسيق ما بين قيادة الأمن الوطني وقيادة منظمة التحرير مع السلطات اللبنانية المختصة اللبنانيين الشكر كل الشكر لإلهم على كافة يعني لكافة الأجهزة الأمنية اللبنانية مقابرة الجيش والجيش وقيادة الجيش واليوم كان فيه هناك اجتماع كتير مهم مع سعاد السفير دولة فلسطين الأخ أشرف والأخ فتحي أبو العبدات أمين سر الحركة في لبنان وفصائل المنظمة التنسيق على أعلى المستويات الاجتماعي اللي كان اليوم أيضاً مع اللواء البسري في الأمن العام أيضاً على أعلى المستويات هناك تنسيق كامل وطبعاً السلطات اللبنانية تتعامل معنا نحن كشرعية فلسطينية ممثلة لشعبنا الفلسطيني في المخيمات وهذا ما يروق لا يروق لبعض القوى وعلى رأسهم حماس طبعاً فمن هنا حماس عم بتحاول يعني بتعرف من خلال علاقاتها الإسلامية خلينا نقول إنها بتحاول يعني تعمل هي من خلال عملها الاجتماعي بتقول إنه يعني بتقدم مساعدات لشعبنا الفلسطيني لا مفشرة شعبنا الفلسطيني ما بنشرى لأنه إحنا بمنضمة التحرير الفلسطيني وفتح ما تقدم وفتح لشعبنا من غير من منن حدا ما بنمنن لأنه هذا واجبنا من طبابي وتعليم لأبناء شعبنا ومشكور سيادة الرئيس الأخ أبو مازن على إنه شكل صندوق محمود عباس من أجل أن يكون هناك إمكانية لتعليم شعبنا الفلسطيني في لبنان لطلبتنا فما نقدم لشعبنا ما بقدم حدا طب أخي زرحان أنت تعرف أن موقف سيادة الرئيس محمود عباس وهو الموقف الذي يعبر عن كل شعب الفلسطيني بأننا تحت السيادة اللبنانية وأننا ضيوف على هذا البلد مستوى الالتفاف الفصائلي الفلسطيني حول هذه الرؤية وهذا الموقف الفلسطيني الذي عبر عنه تكرارا السيد الرئيس أخي إحنا كمنظمة التحرير الفلسطيني ملتزمين يعني لو بعض الفصائل للأسف الشديد تركينا هلأ حاليا في عين الحلوة يوحدنا ينقاتل يوحدنا دفاعا عن فلسطين ودفاعا عن منظمة التحرير الفلسطيني هم بفكروا بأنه إذا الإسلاميين هلأ استولوا على مقرات حركة فتح وأنه فتح في المخيم أنه رح ينجوهني لا أكلت يوم أكل الثور الأبيض وهيك رح يصير فيهم لأنه ما رح يكون لا يضل في فصيل إذا استولت هذه المجموعات الإرهابية على مخيم ما رح يضل في لا فصيل من فصائل المنظمة ولا من فصائل التحالف كيف تتعاطى فصائل المنظمة على هذه الأزمة التي تهدد الوجود وتهدد التمثيل الفلسطيني هناك مشاركة من بعض الإخوة في الفصائل ولكن هناك فصائل بتقولك يجب على إنهاء النزاع يجب على الطرفين إنهاء النزاع يعني إحنا طرفيها إحنا طرف وصاروا الإسلاميين طرف للأسف الشديد هذا موقف بعض الفصائل الفلسطينية في منظمة التحرير الفلسطينية وهذا معيب لأنه الهجم ليست فقط على فتح فتح مستهدف لأنه هي الراس لأنه تعرف إذا انضرب الراس وزي ما حكت لك بالبداية فتح هي درة تاج الفصائل درة تاج حركات التحرر في العالم كلها هي العمود الفقري لما لضمت التحرير وللشعب الفلسطيني فإذا ضرب الرأس يعني الأعضاء عليها العواد فمن هنا هن بفكروا بأنه يعني رح يسلموا إذا راحت فتح لا ما بيسلموا لأن هذا المشروع مشروع لإنهاء لإنهاء القضية الفلسطينية يعني إذا ضربت فتح وفشروا شايف وزي ما قلت لك طويلة على دقونهم وطويلة على رآبهم بأنه يقدروا على فتح لأنه فتح كما قال الرئيس ياسر عرفات الشهيد ياسر عرفات كالطائر الفنيق بنطلع من تحت الرماد وبننقد على أعداءنا فمن هنا ما فشروا أنه يقدروا يقدروا على هذه الحركة حركة الشعب الفلسطيني حركة الشهداء حركة الأسرة الطلقة الأولى والشهيد الأول والأسرة الأول ما فشروا يقدروا على على هذه الحركة العملاقة اللي حققت كثير من الإنجازات وكثير من الانتصارات وأعادت أول شيء حولت لاجئينا إلى مقاتلين في مخيماتنا اثنين أعادت شعبنا الفلسطيني إلى أرضنا الفلسطيني وأصبح القتال والنضال من نقطة سفر مع العدو الإسرائيلي فمن هنا بعض الفصائل يجب أن عاد تذكر وتصحصح شوي معنا وما يكون فيه بعدهم بيحكوا لك بأوسلو للأسف ما زالوا بيحكوا بأوسلو اللي إحنا نهينا أوسلو وقلنا لا ما فيه أوسلو من اليوم رايح وما فيه تنصيق أمني وبدأ الله اللي يحكوا لك بالتنصيق الأمني يحكوا بمشاكل شعبنا الفلسطيني شعبنا المعذب الآن بشوارع ومدارس صيدة ومستشفياتها للأسف الشديد يحاولوا يقدموا أي شيء لهذا الشعب الفلسطيني لا بس بحاملين لك موضوع التنصيق الأمني وموضوع أوسلو وبقول لك على الطرفين أن يوقفوا القتال تطويق الأزمة بشكل كامل هل هذا يلوح بالأفق أم أننا أمام مرحلة ربما ليست هينة ومدة ليست قصيرة في التصدي لهؤلاء الإرهابيين أخي إحنا بحركة فتح ملتزمين بما يصدر خاصة بما صدر عن اجتماع اليوم بالأمن العام مع اللواء البيسري وبما اتفق سعادة السفير أشرف ضبور مع الأخ أبو ماهر مع قائد الجيش بوقف القتال وتثبيت وقف النار شايف اتنين بالانسحاب من الشوارع انسحاب المسلحين من الشوارع وثلاثة عودة عودة المهجرين من بيوتهم والبدء طبعا لأنه في مدارس فيه هلأ مدارس جاي وعندنا ستة لاف تلميذ في عين الحلوة هذول الناطرين تفتح المدارس وفتحت المدارس إذا وعادة ترميم البيوت اللي دمرت وبناءها وبناء البنية التحتية ترميم البنية التحتية للمخيم وهذا من واجب الأنر وطبعا واجبنا كمنظمة تحرير فلسطينية والهيئات الخيرية الدولية الموجودة الانجي اوز في البلد فمن هنا احنا مع هذه النقاط الخمسة اللي عددتها هلأ ولكن كما ذكرت هناك يعني احنا احنا قواتنا سيطرت على اكثر من 80% من مواقعهم وهن محشورين في الزاوية هاي وللأسف لما بنحشرهم وبكون بعد يعني خطوة أخيرة بتقوم لإيامة في اجتماعات الهيئة المشتركة على انه وقفوا النار يا اخي وبيبلشوا بيدخلوا بسيارات الاسعاف دخيري لإلهم وبيدخلوا للواجبات الساخنة هاي فمن هنا يعني المطلوب يعني يعادة النظر بموضوع الهيئة العمل المشترك هذه هذا المطلوب احنا بفتح مش ضد العمل المشترك على فكرة ومش ضد الوحدة الوطنية واحنا يعني قيادتنا شهدائنا في اللجنة المركزية استشهدوا من أجل موضوعين اتنين هو القرار الوطني المستقل والتاني هو الوحدة الوطنية الفلسطينية اللي كنا دائما بالنادي فيها وما زلنا بالنادي فيها ولكن لما أنا بشوف بأنه مش عم بيتقدم شيء وبتحطني بخانة المتهم زي زي المتهم هذا الإرهابي اللي إجا دمر دمر مخيمات مخيمنا وشرد شعبنا بتحطني بنفس الخانة معاه هذا غير مقبول من اليوم ورايح بالعكس هناك مطاطلين نناطلين القرار السياسي لأنه فيه ضغطات علينا أخي فيه هناك ضغطات سياسية يعني أول ضغط هو إحنا علينا أنه نوقف ونخلص من هذه الآفة الموجودة في مخيمنا هو شعبنا اللي في الشوارع اثنين فيه هناك ضغطات سياسية إحنا لسنا على أرض الوطن إحنا على أرض لبنانية ويحق لللبنانيين يفعلوا ما يشاءون يعني وإحنا تحت القانون إحنا تحت القانون اللبناني والسيد الرئيس بكل زيارة لإله إلى لبنان كان يقول لللبناني يا أخي استلموا أمن المخيمات ما كان الرئيس هيك يناشد اللبنانيين أنه استلموا أمن المخيمات بس إحنا هون في المخيمات أخي إحنا يعني الإنكوى بصير بينفق على اللبن زي ما بقولوا والله على الحليب لأنه إحنا ما نسينا لا مجزرة تل الزعتار ولا مجزرة شتيلة ولا بننسى ولا بنسامح شاير فسلاحنا الموجود في المخيم هو طبعا لأمن شعبنا وأمن مخيماتنا وما بنهدد حدا هذا سلاحنا في منظمة التحرير وفي فتح شكرا أخي سبحان يعني مش لتهديد لا الجوار ولا حدا في لبنان بالعكس إحنا لم ولن نكون خنجر في خاصرة إخوتنا اللبنانيين اللي استقبلونا في لبنان واللي صارنا 75 سنة قاعدين في لبنان ولو بأنه يعني إحنا مش معصدين على أننا ضيف لدى شعب اللبناني شكرا جزيلا لك أخي سرحان سرحان مسؤول العقاة السياسية لحركة فتح على هذه المشاركة مشاهدينا الكرام إلى المحور الثاني في هذا اللقاء إنعدام الأمل لدى شبابنا في قطاع غزة بفعل الاحتلال الإسرائيلي واستمرار سلطة الإنقلاب بسياساتها على المجالات كافة نتابع تقرير الزميل محمد البرغوثي بعد ذلك نرحب بسيد عبد العزيز قضيح عضو المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني في غزة ليس أمامك سوى البحر فإن خطه أغرقك وإن لم تخده تغرق في بيئة الظلم والفقر والبطالة خياران في غزة أحلاهما مر فإن ركبت البحر فأنت عرضة الموت ووجبة سخية للأسماك وإن بقيت في غزة فأنت ميت على قيد الحياة وهذا حل غزة وكأنها في غير زمانها وغير مكانها غزة التي كانت عنصر الجذب والأمن والاستقرار غزة التي كان يخطط لها منذ قدوم السلطة الفلسطينية أن تكون سنغفور فلسطين فكانت هي البداية من حيث الميناء والمطار والمعابر والرخاء ومؤسسات السلطة وكانت وجهة للناس من كل أسقاع الأرض حتى جاء اليوم الأسود يوم الانقلاب يوم أبيحى الدم فقتل وسحل الأخ أخاه أصبحت غزة مظلمة وظالمة لأهلها بفعل حكامها الجدد الذين جاءوا بأسماء مختلفة غير اسم فلسطين شباب بعمر الزهور يقفون في طوابير طويلة من أجل الحصول على تأشيرة سفر ولمرة واحدة خروج بدون عودة حتى يقضي ربك أمرا كان مفعولا في غزة كل شيء يقترب من الموت بفعل حكومة الأمر الواقع فالسجن ليس فقط الجدران الأربعة وليس السجان والتعذيب بل الخوف من الحياة حياة لا مستقبل لها فبيئة الخوف هي أعظم مكان لتكاثر رغبة الرحيل دون التفكير بغد فحكام غزة بفعلهم وسلوكهم ينشرون الهجرة وركوب أمواج الموت بينما يتناعمون وذويهم بما ملكت حقائبهم من أموال قادة حماس وعائلاتهم غادروا قطاع غزة ويعيشون في رغد وترف في بعض العواصم حيث فنادق الخمس نجوم والمسابح والملاهي تاركين أبناء قطاع غزة فريسة للجوع والخوف والبطالة ويتلوعون حر الصيف وبرد الشتاء شكرا للزميل محمد برغوثي على هذا التقرير الذي قرأه الزميل هشام أبو سمية أخي عبد العزيز قديح عضو المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي في غزة مساء الخير ما هي الأسباب التفصيلية لهذه الدفعات الكبيرة من الهجرة التي تخيم على شبابنا في قطاع غزة وتأثير ذلك ومخاطره على أجيالنا الفلسطينية بداية مساء الخير حقيقة الله يعطيكم العافية ومجيد أن يتم تناول هذا الموضوع الخطير حقيقة اللي بيهدد أهم قضية في مشروعنا الوطني وهو حق العودة حقيقة يعني الاحتلال ومن يدعم الاحتلال عدوا مخططات للتهجير لكن شعبنا الفلسطيني بكل ألوانه تصدى لهذه المشاريع الخطيرة وأفشلها للأسف الشديد الآن يعني عملية هجرة الشباب طبعا لها أسبابها الشباب ما ولدوا يرغبون بالهجرة ولم يؤيدوا فكرة الهجرة من الأساس إلا أن الظروف الصعبة الذي ترك فيها شبابنا نتيجة هذه الحالة المأساوية التي نعيشها حالة الانقزام المرير الذي دمر كل شيء حتى أنه وصل إلى أن يجعل من شبابنا مادة حقيقة للهجرة للمغادرة لترك الوطن وهذا أعتقد من أخطر القضايا حقيقة اللي بتمس جوهر مشروعنا الوطني لذلك حقيقة على الجهات المسؤولة في غزة أن تتعمل مسؤولياتها لا يجوز أن يترك الشباب الفلسطيني يواجه مصير مأساوي حتى يفكر هذا الشاب بالهروب من هذا الواقع المرير الذي يعيشه في قطاع غزة شاب في مقتبل العمر ينهي تعليمه على أمل أن يجد له فرصة في العمل بأي مجال من المجالات حتى يتوفر الحد الأدنى للعيش العيش الكريم مش مطلوب يعني الحياة الرغيدة اللي بتعيشها بعض القيادات لا مطلوب أن يتوفر له الحد الأدنى الشاب اللي تخرج عمره 24 سنة انتظر الآن فترات طويلة لا يوجد له أمل حقيقة في معالجتها انتظر أن ينتهي الانقسام انتظر أن تعود الشرعية انتظر أنه تم إيجاد حلول عملية لهذه المشكلة التي جعلت من قطاع غزة أكثر مناطق العالم فقرا الفقر المطقع في قطاع غزة حقيقة خيم على هؤلاء الشباب على آمال هؤلاء الشباب الشاب أصبح يعني بلا أمل لا عنده إمكانية للزواج لا عنده إمكانية أن يجد بيت يسكنه كشاب لا يوجد لديه يعني ما يسد للرمق الرمق البسيط لحياته كإنسان أصبح يشكل عالى على والده أخي عبد العزيز عندما تقول بشكل واضح وتطالب الجهات المسؤولة التي أسميتها بالمسؤولة في قطاع غزة بضرورة أن تتصرف بمسؤولية لمعالجة هذه الأزمة نحن كنا نتابع على مدار السنوات الماضية من بعد الانقلاب وهذه السياسات لم تختلف إيجابا على الإطلاق بل ربما سلبيتها أصبحت تجلياتها واضحة سؤال مطروح هذا النداء الذي أطلقته الآن وحقيقة هو ينبع من باب الحرص من كل وطن فلسطيني هل سيجد أداناً صاغية أم أن هذه المطالبات حماس تضعها خلف ظهرها بالتأكيد بالتأكيد على هذه الجهات التي تنصب نفسها قيادة على شعبنا في قطاع غزة هي القيادة مش تحمل المسؤولية هي القيادة بس إنه بدأش بضرائب ويعني أعيش على ظهر هذا الشعب القيادة تعني تحمل مسؤولية عندما يفقدون هؤلاء الشبان الذين يغادرون حتى بمغادرتهم للأسف الشديد المشاريع السابقة كانت توضع المغريات من قبل الاحتلال من قبل داعمي هذا المحتل الغاجم الذي يعني يحاول تدمير تدمير كل أمل للشعب الفلسطيني في مستقبل يعني مظهر للأسف الشديد أصبح الشاب من جيب أبوه من جيب أهله المنهكين اللي بتعرضوا لظروف صعبة جدا معيشية صعبة جدا بيجيب تكاليف تهجيره حتى يوصل إلى طبعا عبر ويذهب في رحلة رحلة الموت رحلة مش معروف هذا الشاب يصل أو لا يصل والأسماك في البحار تغذت على تغذت على جثث بعض هؤلاء الشباب الذين فقدت آثارهم في البحار متجهين ليبحثوا عن مكان يحتضنهم للأسف الشديد ولا تشكل هذه القيادة المسؤولة أي محاولة لمعالجة هذه المشكلة طب أستاذ عبد العزيز يجب البحث عن حلول جدرية في ضوء كل ذلك وهنا أريد أن أتحدث بشكل تفصيلي لو سمحت لي في ضوء كل ذلك وهذه المشاهد التي تشعر لها الأبدان بكل ما تحمل الكلمة من معنى وهذه المطالبات من قبلكم من قبل المنظمات الحقوقية الفلسطينية من قبل كافة الوطنيين الفلسطينيين برأيكم هل ستدفع حماس لإعادة حساباتها لعمل مراجعة وتقييم يجعل هذه الحركة تتقدم أكثر من خطوات ملموسة من أجل طي هذه الصفحة السوداء التي سجلت في تاريخ شعبنا من أجل إتمام المصالحة الوحدة الوطنية أم أن هوس الحكم هو الذي يخيم على هذه الحركة فقط دون النظر لكل هذه المعاناة التي تلقي بظلالها على شعبنا وشبابنا على وجه الخصوص بالتأكيد بالتأكيد حقيقة الشيء المؤسف والمؤلم حتى مناقشة هذا الموضوع في وسائل الإعلام ضعيف حتى يعني مواقف القوى السياسية في التصدي لهذه الكارثة أنا باعتبرها ليست أزمة يا كارثة حقيقية بتعرض إلى مشروعنا الوطني اللي هي هجرة أبناء شعبنا الشباب بمن سنواجه هذا المحتل عندما يغادروا إلى بلدان أوروبا وغيرها أنا أقول آن الأوان فعلا حلول جذرية أول هذه الحلول مغادرة مربع الانقسام والعود إلى الوحدة الوطنية الفلسطينية حتى تتحمل السلطة الوطنية الفلسطينية مسؤولياتها في معالجة مشاكل شعبنا في قطاع غزة كما المحافظات الأخرى كما المواقع الأخرى ألا يجوز أن يترك قطاع غزة بهذه الحالة وتبقى حركة حماس تحكم غزة دون أن تتحمل المسؤولية الحقيقية في المعالجة لكافة المشاكل الذي يعاني منها أبناء شعبنا في قطاع غزة لا يوجد أي حلول أو تفكير بحلول لمعالجة هذه الظاهرة يغادر مئات يوميا المئات باتجاه تركيا للمغادرة إلى اليونان وإلى مناطق مختلفة المشاريع مشاريع التهجير بدأت بارح كندا تطلب مهاجرين تنزل الإعلانات هذه الكارثة التي يتعرض إلى حق العودة تتطلب من كل القوى الوطنية المخلصة لوطنيتها أنها تتسدى لهذه المشكلة وتحارب هذه المشكلة تحاربها حتى نحافظ على شبابنا من هنا أنا أوجه نداء للجميع بما فيهم سلطتنا الوطنية أن لا بد أن تتحمل مسؤوليتها في معالجة هذه صحيح في واقع مرير في ظل الانقسام ومش مطلوب منها هي فقط يعني صراف آلي لا أيضا يجب أن تتحمل مسؤوليتها اتجاه شعبها بحيث أن تتصدى لهذه الظاهرة الخطيرة لوقفها وعدم استمراريتها في استنزاف أبناء شعبنا من الشباب هذه القضية يجب أن نتم التصدي هل ترى أخي عبد العزيز أن هناك تقصيرا أيضا من بعض الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة تجاه موقف حقيقي من هذه الكارثة وهي حقيقة كارثة بمعنى هذه الفصائل التي تمارس دور وكأنها الصريب الأحمر بكل ما تحمل الكلمة من معنى ألا ترى أن الوقت قد حان لأن يكون الصوت عاليا من الكل الوطني من الكل الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة وتوجيه رسالة واضحة لأن سبب الكارثة بشكل واضح دعنا نسمي الأمور بمسمياتها الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة يشكل سببا رئيسيا وأيضا استمرار سلطة الانقلاب في سياساتها الفئوية من كافة الجوانب سواء الاقتصادية المتعلقة بالتوظيف المقتصر على أبناء المسؤولين والقيادات في حركة حماس هذه الأسباب الحقيقية وراء انعدام الأمل لدى شبابنا في قطاع غزة الرسالة التي توجهها للفصائل الفلسطينية وتحملها لهذه المسؤولية تجاه هذه الكارثة أؤكد حقيقة ما قلت سابقا بأن على القوى الوطنية الفلسطينية كل الفصائل يجب أن تتحمل مسؤولياتها في معالجة هذه الكارثة لا بد من التصدي إلها لوقفها والحفاظ على شبابنا الفلسطيني ولا يجوز أن نتركهم يذهبون إلى فعلا المجهول يذهبون يبحثون عن لقمة الخبز يبحثون عن الأمل أول هذه القضايا يجب مغادرة مربع الانقسام والعودة للوحدة الوطنية الفلسطينية حتى نتصدى جميعا لهذه المشاريع الخطيرة حتى نحافظ على شعبنا هذا هو رأس مالنا شعبنا الفلسطيني في مواجهة هذا المحتل الغاشم في مواجهة هذا التطرف الإسرائيلي الفاشي نعم الحصار أحد المسببات الأساسية لكن هذا لا يعفينا من تحمل مسؤوليتنا في ظل هذا الحصار أن نحافظ على هؤلاء الشباب لأنهم هم رصيد المستقبل يجب الحفاظ عليهم لاستمرار نظالنا الوطني لو فتح الباب على مصرعيه أمام الهجرة أخي عبد العزيز لو فتح الباب على مصرعيه أمام الهجرة كم سيتبقى من شباب غزة على أرض الوطن بالتأكيد لن يبقى أحد أنا من منطقة ريفية بسيطة الآن بشوف الشباب بقولك يعني فيش ليلة إلا بسمع غادر عشرة غادر خمسة عشر غادر عشرين طب ما بالك بالمدن والقرى الأخرى أعداد كبيرة أنا قلت المئات يغادرون هل الجهات الأمنية في البلد هون في غزة مش شايفة إيش البزير لا شايفين لا شايفين ليش يعني مفتوحة على على مفتوح الباب على الغارب لفت انتباهي هذه الصورة هذا الفيديو الذي يعرض وأنت تتحدث أخي عبد العزيز الآن هذه المشكلة أخي عبد العزيز وأنت تتحدث الآن يوجد فيديو يعرض على الشاشة لشبابنا الفلسطيني الذي يهاجر من قطاع غزة وهم في عرض البحر يبتسمون للكاميرا التي تقوم بالتقاط بعض الصور لهم وهم ذاهبون إلى المجهول على ماذا ذلك يدلل حقيقة يعني بتلل على ان هؤلاء الشبان فقدين الأمل بيبحثوا عن أمل للأسف الشديد بطلوا مقتنعين انهم يبحثوا عن الأمل في فلسطين صاروا يفكروا بالهجرة انه في الهجرة ممكن يجد فرصة فرصة للحياة الأفضل وأنا بقول هذه الرحلة رحلة عذاب رحلة فعلا خسارة شبابنا حقيقة هذا على المدى البعيد له آثار اجتماعية خطيرة له آثار سياسية خطيرة له آثار أمنية خطيرة موضوع خطير جدا يجب التصدي له دعوة للتصدي لهذا الموضوع من خلال معالجات جدية بحل مشاكل الشباب هؤلاء الخرجين الشباب الذين فقدوا الأمل بفعلا العيش بالحد الأدنى مش مطلوب انهم يعيشوا حياة فيها طرف لا بدهم حياة بسيطة يعيشوا فيها بشكل طبيعي لذلك أنا بقول لابد من التفكير الجدي والحقيقي بدل من استثمارات خارجية لأموال تجمع منها الضرائب تدفع فيه أو تتجه باتجاه دول تتمتع باقتصاديات قوية لا يجب أن تستثمر في فلسطين والشباب الفلسطيني هو واعي ويتابع ويرى هؤلاء الذين يتغنون بالمقاومة في كل وقت وفي كل حين كيف أنهم تركوا القطاع وتركوا الوطن ويعيشون حياة يعلمها شبابنا الفلسطيني بشكل عام وشبابنا في قطاع غزة على وجه الخصوص وربما ذلك يشكل أحد أسباب انعدام الأمل لدى هؤلاء لأن هذه المشاهد تكشف الوجه الحقيقي لمن يدعي شعار المقاومة شكرا جزيلا لك أخي عبد العزيز قديح عضو المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني في قطاع غزة شكر موصول إلى حضراتكم مشاهدين على حسن المتابعة تحيات طاقم العمل في التنسيق والمتابعة سامي البرغوثي وفي الإخراج يوسف عادي دوما تحياتي لكم إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة